إذا أذهب إلى تفسير البيان تفسيره ماذا فسر سورة الفاتحة فسرها على طريقة المخالفين لأهل البيت مثل بقية المفسرين وقد مرت الإشارة إلى هذه القضية في ملف التنزيل والتأويل أهم مصطلح موجود في سورة الفاتحة هو الصراط المستقيم ماذا قال في تفسيره الصراط قال الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المخصوط وقد يكون غير حسي فيقال الاهتياط طريق النجاة وإطاعة الله طريق الجنة وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة تشبيه واستعارة هذه القواعد والقوانين البلاغية الجامدة التي تدرس في مؤسستنا العلمية هذا هو الصراط في تفسير القمي ماذا يفسر الإمام الصادق الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب وفي قوله الصراط المستقيم قال وحدثني بسنده هذه أساني الصحيحة في نظر السيد القوي وصف أبو عبد الله إلى آخره وبقية التفاصيل التي جاءت في الروايات ترجمة نانسي قنقر